اشتركوا في القناة ونستهل النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي البرلمانيين الشباب أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء البرلمان المصري والشعب المصري عن ترحيبنا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ بأرض السلام مصر حيث نعتز باستضافتنا لأعمال هذا المحفل البرلماني العالمي المرموق والذي يمثل بحق محفل صناعة المستقبل فأنتم نواب البرلمانات الشباب صناع قرار الغد وحامل لواء العمل البرلماني العالمي والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات الحضور الكريم إن أهمية عقاد أعمال هذا المقتمر تأتي من فداحة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله والتي تحتم علينا إشراك الشباب خاصة شباب البرلمانيين عبر إيجاد آلات تفاعلية وحوار مستدام بينهم حيث لم يعد تمكين الشباب قضية اختيارية بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافظ الرئيسي الذي جعل مجلس النواب المصري حريصاً على استضافة أعمال هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار وهو من عكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية إيماناً من الدولة المصرية بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة الوطنية والعالمية مما جعل مصر تحرس كل الحرص على تجشين المحافل الشبابية العالمية مثل منتدى شباب العالم والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في كل عام انطلاقاً من الرؤية المصرية التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية إنما تمثل أيضاً أرضاً خزبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية السيدات والسادة الحضور تفرد قضية تغير المناخ نفسها بقوة على الساحة العالمية بوصفها تحدياً استثنائياً وخطيراً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية فالآن لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذلك الخطر المحدق والذي يشكل بحق تحدياً وجودياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا وهما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة التي أضحط مواجهتها ضرورةً إلزامية تفرضها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره والذي يتعين علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحته بما يترتب عليه من ضغوط على النظام الأيكولوجي تسببت في آثارٍ كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والتي بدورها أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فضلاً عن زيادة موجات النزوح جراء تلك التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ وهما يحتم على المجتمع الدولي بذل جهودٍ حثيثة والتحلي بإرادةٍ جادةٍ وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الإنبعاثات باعتباره هدفاً عالمياً من أجل إنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ باعتباره خطراً عالمياً محدقاً مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على إرساء مبدأ المسئولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات عبر رؤية وطنية شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين والتي تسعى لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة وتعظيم كفاءة الطاقة بالإضافة إلى العمل على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال وعلى الصعيد الدولي حرصت مصر على الإنخراط في الجهود الدولية والتي تستهدف مجابهة التغيرات المناخية حيث ترتكز الرؤية المصرية في هذا الإطار على المسؤولية المشتركة لكافة الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية والسعي للحد منها والتكيف معها مع تفاوت الأعباء المدرتبة على ذلك بين الدول المتقدمة والدول النامية كما يأتي استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المناخ على جدول أعماله والذي يأتي قبل أشهر من استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ليبرهن على حرص مجلس النواب المصري على بلورة جهود برلمانية عالمية في مواجهة تلك الظاهرة للضغط على الحكومات من أجل تسريع وتيرة المواجهة النوعية والجادة لتلك الظاهرة الخطيرة وهو ما يرسل رسالةً مصريةً واضحة لا لبس فيها أن هناك ضرورةً ملحةً وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على كفة الأصعدة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل إنقاذ عالمنا من الأخطار الجسيمة التي تشكلها التداعيات السلبية لتلك الظاهرة السيدات والسادة الحضور في الختام فإنني أدعوكم جميعاً وأنتم أمل العالم وأنتم صفوة شبابه أدعوكم إلى التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وغيرها من التحديات التي أشهدها عالمنا المعاصر فشعوبكم التي آمنت بكم وجعلتكم منبراً لها وصوتاً مدافعاً عن حقوقها تنتظر منكم الكثير فكونوا على قدر تلك الأمانة العظيمة وحملوا آمال شعوبكم وخففوا عنهم آلامهم فأنتم قادة المستقبل وصناع قراره وإذ أتمنى لأعمال المؤتمر كل التوفيق والسداد ولشعوبنا جميعاً الأمان والسلام والرخاء أشكركم شكراً جزيلاً على حسن الاستماع شكراً شكراً